هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانية والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس المجمع الفقه الإسلامي بالسودان وكذلك السفير محمد الياس السفير السوداني بالقاهرة هنأ قدست البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقصية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها أن الوفد أكد خلال زيارته لقداسة البابا تودروس الثاني على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النغبة إلى ثقافة مجتمع لصالح الإنسانية جمعاء ومن جانبه أهداء البابا تودروس الثاني الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة الزيارة